نروح لزميلنا كريم بيبرز مراسل صباح الخير يا مصر عشان نتعرف على أحوال مرور النهاردة من داخل الإدارة العامة لمرور الجيزة وهنرجع بعدها عشان نكمل موضوعنا كريم صباح الخير عليك صباح الخير يا فاسانت صباح الخير يا حسام صباح الخير على كل المصريين فعلا أنا موجود في الإدارة العامة لمرور الجيزة وبنتابع من صباح اليوم السيولة المرية والحالة المرية الموجودة في شوارع الجيزة المختلفة يمكن دايما من الساعة 7 الصبح بيبتدي الناس تنزل لمدارسها اللي بينزل لشغلها اللي بينزل لجامعات واحنا في فترة طبعا بداية المدارس والجامعات أكيد السيولة المرارية أو الحالة المرارية بتختلف من مكان لمكان بناءا بقى على الكثافة وبناءا على التوجهات المختلفة للمواطنيين يمكننا دلوقتي نقدر نتكلم على الجزء الخاص بكبري اكتوبر وهو الكبري يمكن هام جدا فيه اتجاهه من الجيزة للقاهرة من مبدأ طلعت العجوزة وطلعت الزمالك واتجاها للقاهرة ده فيه كثافة مرورية بالفعل مرتفعة أما بالنسبة للعكس اللي جاي من القاهرة للجيزة من طريق كبري اكتوبر هي كثافة مرورية متوسطة والحقيقة أن هي دلوقتي فيه قابلة للإزدياد كان بنتكلم على كبري صفت اللبن وبنتكلم على شارع فروت دي كثافة مرورية مرتفعة جدا في الحالة دي دلوقتي لأنه طبعا اتجاه المواطنين للجامعات والطلاب للجامعات طبعا دي فيه كثافة مرورية عالية كمان بنتكلم على بعض الكباري الأخرى زي كبري 15 مايو وهي أيضا كثافة مرورية عالية جدا في اتجاه الجيزة للقاهرة ولكن العكس الناحية التانية من القاهرة للجيزة فهي فيه سيولة مرورية مرتفعة جدا 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 يمكن دلوقتي كمان الشاشات مرورية بتوضحها أكتر يعني لو بصيت مثلا دي كوبري اكتوبر زي ما ذكرت اتجاه القاهرة كمان بنتكلم على 15 مايو الكثافة المرورية مرتفعة بالفعل يمكن فيه كمان بعض الشوارع الأخرى كمان اللي المواطنين دلوقتي يقدروا يتوجهوا لها زي مثلا المهندسين وصفا محمود دلوقتي بالفعل كثافة سيولة مرورية مرتفعة جدا إذن إحنا بنتكلم على عدة محاور مختلفة من قدية من الجيزة للقاهرة بالفعل هي يعني فيها كثافات مرتفعة وفيه سيولة مرورية منخفضة فيه بعض الشوارع كمان بنتكلم على الشوارع اللي تحت الكباري يعني بنتكلم مثلا على شارع سرود بنتكلم على شارع جمعة الدول العربية بالفعل فيه سيولة مرورية بعد ما انتهت الكثافات العالية للمواطنين وللناس اللي كانت منطلقة لشغلها دلوقتي بالفعل الكثافات ابتدت تقل فيه الشوارع الخاصة تحت الكباري الأساسية ويمكن دي أهم ما لدينا لحد العادي بشكرك شكرا جزيلا زميلة عزيز كريم بيبس كنت معنا من الإدارة لعمل المرور بمحافظة الجيزة بشكرك شكرا جزيلا